أبس طول عايز أستغلي تواجدك وأسألك عن كالوس كيروش مديل فن المنتخل مصر اسمه برتوغالي كبير اسم برتوغالي ضرب في رياض مدريد اشتغل مع مدشد سنواتي مع سيد أليس كريكسون قدى بشكل معقول جدا مع منتخل مصر في كاسل وهم الأفريقية وقدر نوصل للمبرنة هي رأيك فيه ايه؟ يا مطارب عظيم مطارب كبير الله أعكد يا كروش ده أصلا من أنا هكلمك عليه في البرتوغال وأنا هناك يعني كان مورينو لسه محدش يعرفه خالص ولا باتشيكو ولا كازوت يعني النقسامي دي كان رقم واحد في البرتوغال كروش هو تحته على طول فينجادا يعني الاثنين دولار كان رقم واحد في البرتوغال مميزين جدا بشكل كوي جدا حتى لو طلعز كان يرقى أصلا كان يروحوا الاثنين مع بعض رياض مدريد صح فينجادا كان يعني كروش كان يجيب فينجادا معا في فريم مدديد رأى كروش ده يعني من المدربين العظماء قوليهم يعني فكر قوي جدا وتحس ان هو يعني يعني كده ليه كلاس آه يعني ليه ليه كريزما كده معينة وبتاع الحاجات ده كلها وهو مدرب كبير كان ماسك طبعا الاندية الكبيرة دي ماسك منتخب البرتوغال ومنتخب قران منتخب كولومبيا لا 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 اسمه ماس اسم كبير جدا عشان كده اولا لما بيه المنتخب مصر هو مستخرب شوية بس اللي ايه الاوضاع بتاع الحاجات ده كلها بس هو ايه اتعامل ايه اتعامل بس طب لما بلاقي عنده عالين تقادات اه يعني مدرب جامد يا جماعة ماعرفك يا انا كالوس كيروش بسبعا خيرا جماعة يعني انا كالوس كيروش بس طب لما بيتعامل اه لسه بس طبعتي كويسة بمنطقت يعني بس اه هو بيتعامل بس اه هو فهم يعني شوية كده فهم من ايه النظام ازاي في مصر بعدين البرتغالين مميزين بالنوحي النفسية بيدرسوا العلم النفس بشكل قوي جدا انت لو تبص على كل البرتغاليين مميزين في الحدة دي على طوله عشان هما ناجحين مع مصر بس الفترة اللي هي بس ايه اتعاملوا بس يشوفوا ايه نظام ازاي الوضع ازاي بعد كده بيستمر بشكل قوي جدا لو تبص على جوزيه منو جوزيه وبانشيكو يعني كل المدربين اللي جمعوا البرتغال بشكل قوي جدا عشان كده كيروش يعني من المدربين العظماء يعني مميزين والدليل اللي احنا شوفنا منتخب مصر احنا ما فيه اسامي احنا مكناش نعرفها يعني اللي تبص في البطولة اللي نجحنا البطولة البودلة مش الاساسيين يعني تبص على البودلة مين كان مجابل محمد عم منامي مش كان بديل عمر كمال مش كان بديل امام عشور كان بديل مهند لو كان اي حد تاني ما كانش جاب الناس دي خالص عشان كده لأ انت انت الراجل ده لو في فترة قعد شوية كده هتلاقي اختلاف تام جدا والطريقة على فكرة اللي بلعب بها دي من احسن الطريقة اللي بتاع ايه في العالم طريقة جميع بس احنا نحفظها بشكل قوي جدا احنا مشكلتنا الثلاثة في نص الملعب كيروشمي وانا بقول لك يعني بتاع البرتغالين انه عايزين يعني زي ان هما يبقوا ايه احنا مشكلتنا اللعب المصري متعود بحتة انه هو ايه يعني انه هو بيبقى ايه على خط واحد يعني تلاقي ايه التلاتة وقفين ايه على خط واحد اه هو بيكلموا في المحاضرة اللي بقول لك يعني سواء مسلا عمر السلية او مسلا النحا التاني سواء اه حمد فتحي اه اه هم يطيروا يطيروا يعني يبقى ايه في نص الملعب التاني صح لقى هما التلاتة وقفين ايه هو على طول بيتدام الحتة دي قوي ام هو مش عايز الحتة دي معشان كده في ناس تقول لك كابتان عبسطار حتة فنية يعني احنا المشكلة برضو في طريقة لعب بكاللوس كيروش ان احنا معندناش اللعب التمانية اللي هو عايزوا كاللوس كيروش اللي هو التمانية اللي هو قدام رقم ستة بس احنا لتبص اللعبة اللي موجودة دي يعني مثلا عمر السلية في ناد الاهلي عمر السلية بتلاقي حمد وفاتح واقف وهو اللي طاير بشكل كوي جدا يعني هم متعودة على الحدة دي بشكل كوي نيجي ان حتى نبارة نفسها عملية لو لعب امام عشور او لعب مثلا انني في الحدة دي على طوله هو طاير في الحدة دي بشكل كوي جدا مع الفرق بتاعته عشان كده لأهم متعودين بس هو الاختلاف كله انه معتمد بغضوا على الحدة دي ومعتمد على الأطراف بشكل كوي جدا مثلا عنده طرفين بمميزين السرعة بس احنا على قال ايه ان احنا الطرف طالع ان الهاف اللي جانبه ان هو يقدر ايه يدحتيش شوية احنا لسه شوية شوية انا بقولك لما ايه الفكر بتاعه مع الوقت يبقى حاجة جامدة جدا زي كوبر لما مسيكنا في الفترة الولانية كوبر مأمن عندنا ان واحد دفعية كان امن على حدة دفعية بشكل كوي جدا بس بتادي الشكل بقى ايه واحدة واحدة وصلنا لنقاطة كويسة جدا عشان كده كيروش من المداربين العظماء لا حاجة كبيرة جدا بالتأكيد طيب